بسم الأب والابن روح في قدس الآن واحد أمين أحب أرحب بكل الأبناء وأولاد الأبروشية إحنا حبينا نعمل الميتينج داية بين الأبروشية وأعضاء مجلس إدارة المدارس في الأبروشية فالاجتماع تعمل وتسجل بالإنجليزي بس أحبنا نديكو الصمري كده سريعة بالعربي على قد ما نقدر وعلى قد ما العربي بتاعي يسمح نديكو ملخص سريع لمعظم الحقائق اللي تم تقدمها في الاجتماع بس طبعا قبل ما أبدأ أحب أعرف الكل لأن إحنا كمدرسة أو المدرسة والكنيسة إحنا جسد واحد إحنا كيان واحد ولازم يكون دايما بيننا وبين بعض سلام ومحبة ووحدة يعني إحنا دايما كل يوم الصبح الكنيسة تحطلنا في صلاة باكر كل يوم كل واحد فينا بيبدأ بصلاة باكر تفكرنا الكنيسة بالبولس اللي من رسالة أفاسوس الأولى من رسالة أفاسوس إصحاح 4 هي واحد لخمسة تقول لنا كده محتملين بعضكم بعضا بالمحبة مسرعين إلى حفظ وحدانية مسرعين إلى حفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل لكي تكونوا جسدا واحدا وروحا واحدا كما دعيتم فيه رجاء دعوتكم الواحد رب واحد إيمان واحد محمودية واحدة الصلح الكامل لكي تكونوا جسدا فوحدانية الروح برباط الصلح دي حاجة مهمة جدا فحياتنا كأبناء السيد المسيح كأولاد الكنيسة الإبطية وده اللي احنا بندور عليه وبرضه نلاقي الكنيسة كمان تفكرنا لما نقول في الأواشي نقول إيه وحدانية القلبة التي للمحبة فلتتأصل فينا الاجتماع ده احنا عاملينه من أجل الوحدة ومن أجل تصحيح الحقائق اللي بتنشر غير صحيحة أحب طبعا في الأول أعرفكو بأعضاء المجلس وقبل ما أبدأ أعرفكو بأعضاء المجلس ياريت كلنا نعرف أن دول خدام خدام ليهم تاريخ في الخدمة خدام بقى لهم سنين بيخدموا الكنيسة خدام فيهم روح ربنا أنا شخصيا رأيت فيهم روح التواضع روح الحكمة روح المحبة وأكتر حاجة روح الخدمة وأنا متأكد أن كل الأباء اللي الخدام دول بيخدموا معاهم في كنيسهم هيقولوا نفس الكلام اللي أنا قلته نبدأ بروس نصيف روح اللي هو محروس نصيف بالعربي هو رئيس مجلس الإدارة بتاع مجلس إدارة المدارس ورس عنده background أو أصلا محامي وليه خبرة في قانون employment law والgovernance اللي هي الإدارة دكتورة ليديا موسى عندها خبرة في change management والستراتيجية مارك جيرجس ليه خبرة في الهندسة وفي البناء دكتور عماد عوضالة خادم خدم الأوروشية سنين كتيرة في الكميتي بتاعة الفانانس وهو بيجيب للبرد أو للمجلس الخبرة في الماليات وفي الحسابات وطبعا مش آخر بل أول واحدة نقدر كلنا أكيد عارفينها هي ديبي أرمانيوس اللي ليها خدمة سنين كتيرة في أكسدس وأنا متأكد إن كتير مننا عارفين قد إيه خدمة ولادنا خاصة الشباب وخاصة الولاد اللي بيبقوا حقيقي محتاجين خدمة اللي بيكون عندهم إدمان وبيعانوا من حاجات كتير خدمة ديبي معروفة بس اللي كتير ما يعرفش إن ديبي كمان لها خبرة عميقة في التدريس وفي الرعاية دول الخدام المسكين المجلس إدارة المدارس مدرستين مدرسة ماري مرقص في واتول جروف ومدرسة العدرة وماريمينة في بيكسلي حصل إنه هما أخدوا قرار الشهر اللي قبل اللي فات شهر سبتمبر بعد طلب من الكنيسة أحب طبعا أوضح العلاقة بين الأبروشية وبين مجلس إدارة المدارس الأبروشية تملك الأراضي الأبروشية تملك الأراضي اللي عليها المدارس والأبروشية تملك الأراضي اللي كمان عليها الكنيس لكن بالنسبة للمدارس الأبروشية ما ينفعش يكون لها اي تأثير على ادارة المدارس وده لان ادارة المدارس المدارس بيجي لها منح حكومية تصرف على التدريس ويجب ان المنح ده تصرف بس على التدريس ولذلك الحكومة بتطلب وبتصر انه ما يكونش فيه اي تدخل من الكنيسة في ادارة الكنيس ولذلك المجلس دوت لحرية الادارة الكاملة بدون اي تدخل من الكنيسة الكنيسة لها حق انها تعمل حاجة واحدة بس إن هي تعين أعضاء المجلس أو إن هي تشيل أعضاء المجلس لكن الكنيسة ملهاش أي إيد في القرارات اللي هما بيخدوها المجلس استلم طلب من كنيسة العذرة والشهيد ماريمينة بأن الكنيسة فيها المدرسة فيها عمارتين فيها عمارة قديمة اسمها الهيريتج بيلدين وفيها عمارة جديدة اتبنت بفلوس الحكومة ولذلك بنسميها الـ Education Building العمارة الكبيرة الجديدة اتبنت سنة 2011 لكن العمارة الهيريتج القديمة الكنيسة تطوعت بأن هي تسمح للمدرسة إن المدرسة تستخدمها سنة 1999 طبعا إحنا كلنا نشكر كل الأباء اللي كان ريهم الرؤية المستقبلية العجيبة اللي مليانة حكمة إن هما يبدأوا الكنيس أبونا مرقص خلة أبونا أنتونيوس كالدس أبونا جورج نخيل أبونا شنودة منصور أبونا مخايل مخايل كل الأباء ديت زمان خالص في التسعينات كان عندهم رؤية إن إحنا يكون عندنا مدارس ونشكر ربنا إن إحنا عندنا المدارس دي النهاردة خاصة في التغييرات اللي الحكومة بتحاول تغييرها في اللي يدرس لأولادنا فالكنيسة تطوعت إن العمارة دي تستخدم كمدرسة وده فقط استخدام بدون ما الكنيسة تاخد أي عائد بدون ما يكون في عائد إيجار بين الكنيسة وبين المدرسة وعلى هذا الأساس المدرسة بتستخدم العمارة دي بقى لها سنين السنتين اللي فاتوا كانت العمارتين بيستخدموا الهاي سكول والبراميري سكور اللي اتنين كانوا في السايت بتاع بيكسلي اللي اتنين كانوا في بيكسلي طبعا في نفس الوقت كان العمارة الجميلة الجديدة في روكديل كانت بتتبني لكن بعدما الهاي سكول نقلوا للمكان الجديد الجميل اللي نقدر نشكر عليه البرد الماضي إن هما بنوا عمارة عجيبة مليانة فاسيليتز كتير بعدما الهاي سكول سابوا بيكسلي أصبح في العمارة الهيريتيج تستخدم من البراميري سكول والعمارة الجديدة المبنية من فلوس الحكومة بتستخدم بعض الفصول فيها بتستخدم والباقي ستوريج فاضي لأن الهاي سكول ماشي فالكنيسة قدمت للمجلس طلب إن هي تستخدم العمارة القديمة اللي هي أصلا عمارة الكنيسة وإن المدرسة تنقل كل الطلاب الحاليين جوه العمارة اللي مبنية بفلوس الحكومة العمارة الجديدة وفي نفس الوقت في نفس الطلب كان حيكون فيه تجديدات للعمارة وفيه تحويل للعمارة القديمة إن هي تقدر تستخدم فناس كتير بتقول إن كده الكنيسة بتاخد من المدرسة عمارة لا هو كل اللي هيحصل إنه هيتم تغيير للاستخدام أو تغيير للمسؤول عن العمارة المدرسة كانت مسؤولة عن العمارتين بالوقت المدرسة هتكون مسؤولة على عمارة واحدة ولكن تستخدم العمارة التانية للعمارة الهيريتيج اللي هتكون تحت إدارة الكنيسة فده التغيير الوحيد اللي هيحصل فلو ممكن بس نمشي للسلايد اللي بتوري الفرق في المساحات لإن فيه ناس كتير بتقول إن المساحات هتقل إحنا في البرزنتيشن اللي عملناها المجلس الإدارة بتاع المدرسة ورعنا إن حالياً الاريا اللي تستخدم من المدرسة 2665 متر مربع تحت الجديد اللي هو بعد ما نغير من يدير أي عمارة حيكون الطلاب عندهم 2951 متر مربع يقدروا يستخدمه فلأ إحنا مش بنقلل المساحات اللي الأولاد حيكون متاح ليهم استخدمها كل ما هو بيحصل إن الإدارة بتاعت العمارات بتتغير الطلاب حيستخدموا العمارة الهيريتيج كل يوم في طابور الصباح وفي الدروبوف والبيكاب اللي هما الاستلام والتسليم للأطفال حيكون فيه نوع من التواصل ونوع من التعاهد بين المدرسة والكنيسة وحدانية في خدمة الأطفال ولذلك كان حيكون كل المناطق دية المدرسة الكنيسة حتجعلها متاحة للمدرسة إن هي تستخدمها وتستعملها وفي نفس الوقت حيطوروا الفصول حالياً كل طلابنا حقاعدين في فصول قديمة في عمارة قديمة ولذلك اسمها عمارة الهيريتيج بيلدين لو نروح للسلايد المجلس الإدارة عمل اشتشار ناس كتير اشتشار المدرسين اشتشار الطلاب اهالي الطلاب استشار كل الناس اللي ليها أي دور وفي نفس الوقت جابوا مستشارين خارجيين جابوا استشارة قانونية جابوا استشارة مع الـ Department of Education خاصة النيسة اللي هي الجهة المسؤولة عن المدارس استشاروا كل الاستشارات دي قبل ما ياخدوا القرار لكن حاجة من الحاجات الجميلة اللي هم عملوها وهم بيستشيروا المدرسين في المدرسة خلوا المدرسين يشاركوهم في تصميم الفصول الجديدة طبعا الفصول دي زي ما انتم شايفين هتكون فصول فيها أحدث الإمكانيات واللي صممها التصميم بتاعها كان باشتراك مع المدرسين بحس المدرسين حطوا فيها كل الحاجات اللي ممكن تتيح ليهم إن هم يدرسوا الأولاد بطريقة أفضل فده الفصول اللي حيتحط فيها الأطفال في العمارة اللي تبنت من 12 سنة بفلوس الحكومة وده حيكون مستقبل المدرسة طبعا الحاجة اللي كانت واضحة في آخر اجتماع عملوا مجلس إدارة المدارس مع الأهالي واضح جدا إن الكنيسة بتنمو والمدرسة بتنمو وعلى هذا الأساس إحنا محتاجين مكان جديد كل اللي كان حاضر في هذا الاجتماع آباء أولياء أمور مدرسين وأعضاء المجلس والكنيسة الكل أجمع إن إحنا محتاجين مكان جديد للأطفال يكون فيه مساحات أكبر ويكون فيه القدرة على وجود فصول أكتر إحنا مش بنقلل عدد الفصول إحنا مش بنحاول نقلل فرصة المدرسة من إنها تنمو المدرسة بالأرقام الحالية بتاعت النمو الحالي بتاعها المدرسة الحالي بالبروبوزل اللي انتوا شفتوه دلوقتي بالمساحات الجديدة عندها تقدر تشتغل كمان ثلاث سنين قبل ما يخلص المساحة اللي موجودة للطلاب فإن شاء الله الحاجة اللي الكل اتفق عليها هي أن إحنا ندور على مكان جديد نبنيه كمدرسة جديدة للطلاب والمكان كله يرجع للكنيسة إن شاء الله في المستقبل القريب إحنا حاليا كبوردوف تراستيز المسؤولين عن إدارة الكنيسة أو الكنيس أو الأبروشية مع مجلس إدارة المدارس بندور على أماكن جديدة وللعلم عندنا استراتيجية جديدة إن إن شاء الله في المستقبل القريب يكون عندنا مدارس أكتر جديدة أنا بخدم في منطقة حاليا ما فيهش مدارس قطية في النوردس ويست ياريت يكون عندنا مدرسة في المنطقة هنا المدرسة بتاعت واتل جروف برضو كمان محتاجة إن شاء الله كامبس جديد يكون موجود بحيث يقدروا يكبروا أكتر وأكتر ويكون عندنا طلاب أكتر وأكتر فإن شاء الله حاليا فيه شغل حاصل شغل حقيقي فيه دراسات بتحصل إن إحنا ندور على أماكن جديدة بنطلب صلواتكم إنه ربنا يرشدنا إلى مكان يكون فيه الوسع إن إحنا نعمل كل الحاجات اللي بتحتاجها المدرسة كمدرسة أرجو إنه الملخص دوت يكون كافي لطمأنة الكل ولقتل أي معلومات غير صحيحة بتنشر المدرسة والكنيسة على علاقة جيدة جدا ونريد أن هذه العلاقة تنمو في المحبة بوحدانية القلب إن هما كلنا بنخدم أولادنا كلنا بندور على خدمة أولادنا وبندور في نفس الوقت على قدرة الكنيسة إن هي تخدم كان عندنا عمرتين بيخدموا المدرسة فقط حيبقى دلوقتي عندنا عمرتين بيخدموا المدرسة والكنيسة ومحدش يقدر يقول إن دي حاجة غلط أنا بطلب من كل الناس اللي حاليا بتقدم اعتراضات مع إنه اعتراضاتهم بتقدم بطريقة غير لائقة وفي كلام كتير غير لائق بيقال عن الأباء وبيقال عن مجلس الإدارة الخدام اللي أمامكم وبتقال عن شخصي وبتقال عن أشخاص كتير الكلام المجرح دوت بيوري صفة ما حبش إن هي تكون موجود فينا كلنا كشعب مسيحي أولاد المسيح يجب دائما أن نراعي بعضنا بعضا ويكون كلامنا كلام بناء كلام يبحث عن الوحدة كل الكلام وكل الأسف الاعتراضات تبحث عن التفرقة تبحث عن حدم الوحدة بين المدرسة وبين الكنيسة تجعل من المدرسة عدو للكنيسة ومن الكنيسة عدو للمدرسة وده كلام غير مقبول على كل الحدود أنا لا أعتقد أنه فيه كاهن في كل مجمع كهنة سيدني يرضى بأنه يكون المدرسة عدو للكنيسة والكنيسة عدو للمدرسة ولذلك أؤكد ليكم أن ضعفي وكل أباء الأبروشية بنراعي وبنشكر مجلس الإدارة بتاعة المدارس على التضحية اللي هما بيضحوها في خدمة أولادنا وبنشكرهم على كل العمل العظيم اللي هما بيعملوه طبعا اللي هيتفرج على البرزنتيشن اللي حصلت بالإنجليز يحيشوف أنه فيه تفاصيل كتير وفيه حاجات كتيرة تانية وإنجازات جميلة وصل إليها هذا المجلس أحب أن أنتوا تتفرجوا بس أحبينا نديكم ملخص باللغة العربية يارب يكون العربي بتاعي كان واضح وأطلب منكم في النهاية الصلاة من أجل كل الخدام من أجل كل مجلس إدارة مجلس إدارة مدارس مجلس الأوصياء بتاع الأبروشية من أجل كل الأباء الكهنة اللي بيخدمونا للونهار واللي بسببهم إحنا عندنا الأبروشية الجميلة دي طبعا أولا وأخرا نشكر سيدنا الأنبا أبونا وأب هذه الأبروشية اللي سمح لنا أن إحنا يكون عندنا بصلواته كل الحاجات الجميلة زي المدارس دي موجودة في أبروشيتنا وطبعا أولا وأخرا أب الأباء قدسة البابا المعظم البابا تويدرس الثاني اللي دايما بيصللنا ودايما بيرعينا ودايما متابع كل أمورنا وهو متابع أمر المدارس دي وبيصلي أن يكون دائما فيه سلام في هذه الإبروشية وبيطلب مننا السلام هو يعلم بكل تفاصيل هذه المشكلة بكل تحدياتها ويعدد هذا المجلس حاجة نتيت أقولها أو يمكن قلتها يعدد أن المجلس إدارة المدارس يكون له القدرة على اتخاذ القرار الصحيح بدون تدخل الكنيسة حتى نكون إحنا مراضيين قانون هذه البلد وقانون إدارة المدارس اللي إحنا لازم نراضيه حتى المدارس بتاعتنا تفضل موجودة تفضل فيها بتاخد طبعا أعلى الابروفلز اللي هي موجودة حاليا خمس سنين أحب أشكركم جميعا لحسن استماعكم وأطلب صلواتكم من أجلنا جميعا وتذكروننا دايما في صلواتكم صلوا عننا مجدد ربنا